ما تدخليش في تفاصيل لو سمحت اتفضل الديني رئيسك المباشر ايوا يا فندم لا يا فندم انا مستقى جدا يا فندم حضرتك عارف ان انا زابط شرطة يعني اهم حاجة عندي الاتقان والاخلاص في العمل انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك ارجع مع حضرتك بعد التفاصيل تمام 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 لقى الرز شعرية يا فندم تمام الفرخة محمرة زيادة تمام شكرا لمون معاصفر شكرا زهران اهمر فندم اندهلي يا ابن البنت اللي عملت الحادثة والشاهد اللي معاه وتابعلي موضوع الاكل علم يا فندم السلام عليك يا فندم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا مش عايزك تخافي حقك هجبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي احكيلي كده بالتفاصيل ايه حصل حاضر يا فندم حددتك انا كنت نازلة من الاوتوبيس مروحة عالبيت اصلاك انا عندي عدميلاد اه طبعا كل سلام طيبة واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي ها حاضر بس حددتك نزلت من الاوتوبيس روحت على الكوشك بتاع الراجل الطيب ده قلت له عندك لمبادة قال لي ما عنديش غل لمبادة بالكريمة ولا ما بحبهاش بالكريمة اصحيك عايف انها بتحمي على السد امم انتي ما جربتش اللي بالفرق ولو جميلة جدا يعني خش في الموضوع حاضر يا فندم قلت له ببلاش لمبادة عندك معمول قال لي اه عندي المعمول قلت له بكامل معمول قال لي بجنيه 75 قلت له ليه ده في كل حتة بجنيه ونص سوين الكلام ده حصل حصل يا باشا ايه 75 ما هو بجنيه ونص في كل حتة مش عامل كاته ايه ده ربع جنيه ده ايه خلاص حاضرتك انا مسامحا اكمل حاضرتك انا قديته اتنين جنيه قال لي ما عنديش فك لازم تهدي حاجة بربع قلت له طب عندك توفي قال لي ما عنديش توفي ما عندكش توفي ليه ما عندكش توفي ليه مش خشك ما عنديش توفي عشان الشركة متنزلش توفي اديني اسم الشركة دي ما عنديش يا حاجة خلاص يا فندم فكك موت توفي وركز معايا يا فندم ما عنديش احكي لي بقى خبطتك ازاي اه 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 كده يا فندم كده بثبت دي أكتبها ولا رسمها ولا ايه؟ بلاش خبطيتك ازاي؟ خبطيتك امتى محددتك مابستش في الساعة ساعتها ما كنتش فاذي اخدت بعمل حاد دا اوه خبطيتك وأنت بتعمل ايه؟ ولا تديله ربع جنيه وا انا بقول لحددتك أنا دخلت ايدي كده بقعشacement وطوع على ربع جنيه فضل تكتير بقى الغيب اخ upon32 بدته ربع كن JW يلهمszy قهو مرة فاند انده لي يا ابن الست اللي برا والسعي كده؟ ايه والسعي جدا وقفة في بيتكو شش نيتر خير خير ايه حضرتك اللي عايزني اوه موقفة اوه موقفة انا بخير انا بخير اوه موقفة حضرتك تكلمين يا بالعربي انت جاية هنا متهمة مش جاية كورس ربنا يكرمك يا بشا ويعلي مياتبك على فكرة انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون احكي لنا ايه اللي حصل اللي حصل ان الحاجة دي كانت وقفة في نص الشارع وخبطتلي عربيتي مش انا اللي خبطتك ايه اللي خبطتين انا كنت وقفة عم ترابيتي اسكوتي خالص انا بكلم الزبط مش بكلمك انتي ماشي والزبط ده هو اللي هجيب لي حقي وانصرني وإذن الله اكيد مش هتقدمني وتصدق دي يعني اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد الاستاذة دي كلامها هو كله صح والهارم دي ايه ده انا بتكونش كبتاعي وخبطتك انا بعملين انت تكرس خالص معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك انت تعرف انت بتتكلم مع مين اه انا عارف انت بتتكلم مع مين بس اللي انا عايزة فاهمولي كفندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس انا عارف الخيار بس ايه فقوس يعني هنا قدام القانون الكل سواسية واللي لي حق انا هجيبه له من عين التخين قالوا احواقعد قدامي كلم بابي مش هكلم بابي انا ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برده مش عايزي تكلم اوكي باي طبعا مش عايزة تكلم عارفة ليه مش عايزة تكلم لان البلد دي تغيرت خلاص كفايا انا بقى انتو فاكرين نفسوكو ايه عشان معاكو شوية فلوس وشوية سلطة هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حدي حاسبكو ايه يا فاهم تمام ليه؟ عايشين في الغابة؟ يا زهران او امر فاهم خدها يا ابني على الحجز ربنا ينسرك زي ما نصرتني يا رب نا ايش دي يا ابني؟ البرتغانة لا 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 حددتك ما يفعلش كلها ده يا ظلم انا بقى لا انا بقى لا انا بقى لا حرام عليكم الزلم ده حرام عليكم طواب تقى روح الحجز انت لوحكو فضل ظلم يا باشا الحاجز تفضل ظلم يا باشا تفضل يا فاهم معاطي ده الفقوس بقى انا بريها والله اي اللي خبطتني بالعرفية يا اه هي كل واحد هتيجي هنا تقولي الجملكين دول يا عم حرام علي ايه ده انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف اتخل كده هتحشي يا عم اه اتحشي يا عم عم دعالك تبسيها يعني اه حامة اه ايه دك معايا والنج حامد بقولك ايه احنا عايزين نتغفلها لهم قلبانها على سفا ونزل براسة الاول ومش اقلبان على جوه عبتقول ماشي لا استهلا بس يا عم يا عم يا عم انت بتدخل نيش يا عم إلا على سفا ومش اقلبها ده يا عم خلاص بقى انت موضم الكشك الحل واحد تقلعب بتاعدي عشان بتدخولي جوه لا 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 ابوسي دك ابوسي دك ابوسي دك الالبصة برطقان على اللحم طيب بقولك ايه يعني انت حاولي بقى ايه تيجي عالناسك شوية كده وتضغطي ولغت ما تخشي طيب انا بفروح يا عم طيب انا بفروح يا عم شريها خلتي 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 شريها خلتي عم يا عجر ما ينفعش ضغف الكلمية كده يو يا اخويا ده الكلمتين بس استنى بس دي تعليمات البشر المقمود برضو طيب وماله التعليمات قوام خد يا اخويا عفظ لا 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 انا ما مش عابش اجر اجنبي هميني حسابك ان المرة الجاية اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قول ان شاء الله المرة الجاي ايه يا بيت ما تمسكي نفسك شوية اجمازي كده مش قادة يا خلتي مش قادة هموت وادخولي الحمام ومش عارفة حتى اقعد من البتاع دي مسكي نفسك بس شوية دلوقتي وبلاش تعقودي خليكي وقت لحدا ما شوف الزبط ده سكيته ايه لو صرحت بكتب البيل معمول فيه ايه ده استاذ عبدال ايوة ابقى انا نسال ازايك يا استاذ عبدال الحمد لله انت مش فاكرني ولا ايه سامحيني لحقيقة لا انا صباح صباح بتاعت المؤطم مؤطم ايه يا استاذ عبدال انا صباح اخت شادي مرات عبدالحليم هي يا شادي تجوزت عبدالحليم اه صح في معبود الجماهير معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبدال ما تفوق يا اخويا معاي عبدالحليم اخوك عبدالحليم اخويا ست صباح ازايك طبعا لك حق ما تفتكرنيش ما انت بقلك زمن ما بتسألش حتى ازايك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش لأ ده كده بالصباح بقى ده كده جورجي وسوفه اللحنا انهارنا ابيضة ولا حاجه ان شاء الله زيوم ا نسيت البيت شريهان سلمي على عمك يا شريهان زاك يعم زاكي شريهان شريهان هم إنته عبدالحليم اخويا ياه كبرت وتدوّارت ما شاء الله فين كانت ليمونيّس غننوة كده إياه شريهان حامل ايه يا حبيبتي وقل لي كمك هلا؟ والله العظيم يا عمي أنا مظلومة في واحدة زبالة خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني أنا في الحجز وهي قاعدة فوق حتى رجلي على رجل حزبي الله هو نعمة الوكيل فيهم يعني كمنهم ركبين عربيت يا أستاذ عبدالله؟ طبعاً ما تلاقي أبوها تاجر مخدرات؟ ولا راجل أعمال من اللي بيدفاعوا رشوة قد كده؟ المهم؟ أنت كنت جاي لإسمه تعمل إيه يا أستاذ عبدال؟ لا ما هو غالباً أنا تاجر مخدرات أبو الزبالة الواطية اللي حتى رجلي على رجلي فوق وحسب يا الله هو نعمل وكيل لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله ثم إحنا عائلة واحدة ثم شريحان من نيلي بلا تعمل يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة آه لا بقصدش كده لا يا فندم نيلي بنتي أنا وشريحان بنت عبدالحليم مشادية عبدالحليم مشادية يا فندم شريحان يا فندم أخته عمر خرشد يا فندم مش القصد أنا فاحب حضرتك بالبساطة أخوي عبدالحليم حضرتك أخو عبدالحليم؟ ها حضرتك بالشبه وخالص لا مش عبدالحليم اللي في تباك حضرتك عبدالحليم أخوي أمناها الحامو اتجوز شادية خلفه شريحان خلاص ونيلي بنتي أنا وأنا عبدالله عناك بقى أكيد عبدالله مشرف أو فرغالي وستك إسمك إيه؟ أنا تيسير فهمي كمل الحقيقة عبدالحليم أخويا ما كانش شقيق يعني والدي أمناها الحامو لما توفى زي ما طول سلة الراحم ما كانتش قد كده يعني العلاقات خفت ما بيننا يعني فطريباً البنات ما شافوش بعض منا ما شافوش بعض خالص الحياة دي غلطتنا حتى الكبار للأسف فنم يفعلها الأباء ويقع فيها الأبناء نعم وأمور إحنا كده مضطرين نعمل صلح بس الأنسة شريحان ما كانتش عايزة تصالح لا إزاي مش موافقة مش موافقة إزاي شريحان يعني هترضي أنك تحبسي بنتعمك بص يا شريحان أنا هقول لك تلات حاجات الدم عمره ما يبقى مية والضفر عمره ما يطلع من اللحم وديل الكلب عمره ما بيطل حضرتك نسيت واحدة إن الحرام عمره ما بيدونه ده ملوش أي علاقة بمعضوا يا فندم بجملة عمره خلاص تمامي حضرت الزبط بس بوس إيدك خلينا روح عشان ألعب بوتقانا دي طيب يبقى حصل خير نيلي قوم يبوسي شريحان وسلمي عليها نيلي تكلمني بابي اه يا حبيبتي قوم يبوسي شريحان وسلمي عليها شريحان مين شريحان مين؟ بنت عمك مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هم مش هيقداروا يفهموا اللقتي حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وأنا هقفل المحضر بمعرفتي نيلي وبعدين لا رعيده هنزيده الله لا يطلع لي بنت عم واسماش لي هن وكما انت اطلع برتقانا انا بكذب مثلا تصدقيني يا بنتي دي بنت عمك لا بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي ما تحسب على كلامك بايا حبيبتي لس اكتلك من الصبح استن انت جرى ايه يا استاذ عبدال يعني ده جازتنا يا اخوي ان احنا تنزلنا ايه ما تقصدش على فكرة انا اقصد واقصد قوي ومين اصلا الست البيئة دي الا 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 اجرى ايه بقى وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا اخوي حاضر هاعمل كنترول ميلي دي الست صباح تبقى خالد شاريهان واختي شادية مراط عبدالحليم روتانا كلاسك قوي اللي انت بتقوله ده يا بنت عبدالحليم داي بقى اخويا عمك انت ازاي مش عارفة هاو مش عارفة لانه عمرك ما كلمتني عنه لا كلمتك عنه بس انت لي ناسيا بقولك يا استاذ عبدالله احنا ولا عايزين هتفتكرنا ولا عايزين تفتكر كوك كفايا اول حد كده يلا يا خلت لا يلا فين الله انت هتمشي ازاي بالمزر ده هاو عادي هناخد واحد واربعين بشرطة يوحنا لحد البيت يلا يا خلت يحسين بتاع دي هراشتني كه لا ياخت انا هاخدنك ثمناية مخصوصة هدفع فيه اثنين جنيه يلا لا استني بس ايه يا جماعة انا ههوصلكم بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خلت شوك ازاي انجويت انا ماشي مع نفسي ايه على طول يا قوية مخنوعة كده ده انا يعني هم ساعتين ده انت موحشتنيش ماي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو ياه يا لهوة عليها ايه يا زيزو موضوع الاربع خمسة ايام دول انت مش عارف ان احنا مستعجلين انا عارف والله يا ننة بس انت يعني عارف يا ننة ايه الننة دي لا يعني بقولك ننة بدلعك مش انت نيلي يتقلك ننة ننتي بنتي الصغيرة جغا جغا يا ننة ايه ايه ده ايه الصد ده بابوسك بابوسك ايه ده انا حسيت ان الرش طر في عناية انا زعلانة منك يا زيزو معقولة اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله لا والله بس اول موضوع يعني معقد شوية استخدمت كل سلطاتي اه هو صعب عليك بقى طيب يا جماعة كل واحد على قد امكانياته زيزو مش هيقدر يخدمنا لانه هم يعني لسه على قده خلص احنا نشوف حد تاني اهم لا 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 استني عندك واثبط الكلام انت ما تعرفش مين هو عبدالعزيز عبدالعزيز لما يقولها يخلص حوري يخلصه طب ايه رايك بقى انتو بكرة بالليل عند بوابة المينة ولو ما دخلتوش هجيب المينة لحد عندكو تانكيو سانكيو على ايه انت في ديك الساعة لم اخذ من انتي بطتي يعني مزتي شوفوا هتبيتوني فين النهاردة ايه المكان ده انا النوية بات هنا بقوليك ايها بتانتي انا اتخنقت من العوجة اللي انتي مع وجهالنا دي على قد الحافك ما ادرجلك الحاف ايه في الحر ده يوبيه يا كيه انا ضغت ضغتي من ايه ك Questo الراجل اللي هناك جدا عمل صوت غريب كده بزروق وبعدين راعه اتافى في الارض ما الاعزاي اعمل إيه كتمل بالغم يعني لغىية ما يموت فيها حميد يا ربنا إن مجاش لغىية هنا عتطف في شنطتك كان يموت احسن بدل ما يقرفني معلش حيبتي أعصيه على نفسك لمونة ليلة وتعدي ماديد إيه الشرنة دي كلها؟ ده هو يوم صد رد على فكرة الحاجات اللي في الشرنة دي تكافيني يوم لبسي، جزامي، بيجاماتي، الأكساسوريز بتاعتي وأبشنز زيادة إفريدي مثلا النهاردة عايز ألبس درس، سكيرت، بانتس، أنا حرة اتفضلوا يا هواجل، الويلكم درينك شكرا القتال المعفن ده في ويلكم درينك؟ أماليا ست البنات، تنتو شرفتوا برسعين كوبايتين سوبيا ساعين يستهلوا بققوكم شكرا أنا مش عايزة ألفة هانا وشفة، إلا الهواني مشرفيننا قد إياه لا إحنا يوم بس وماشيين آه، ويطرع رجعين القاهرة، ولا رايحين في مكان ثاني إنت مالك أصلا، إنت بتحقق معنا لا أنا مقصودش، أنا أقصود بس يعني وإنتو ماشيين، أبقى جبلوكو الباي باي درين شفتي، ظلمت يا روكل، بقى هي جبلنا الباي باي درينك أنا ليه حاسة إن أنا شفتك فين قبل كده؟ لا، يخلق مش شبه أربعين أنا حمشي بقى عشان أستاذ هاني جاي شكرا 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 صحينا باعي الفتار لو سمحك بيعملوا جنباري على الفتار باعي طحي يوه، جنباري البرسعي دي خد يا شوشو، ده مفتاح قتك أنت والأستاذة نيلي مش كفاية إن أنا رديتها بيت معاكو في القتال ده؟ كمان هات بيتوني؟ ما عارف قودة واحدة؟ ما أنت كنت بيتها في بيتنا ما قلناش حاجة شمعنا دلوقتي يعني لمواغزة يا ستة كل أصلي مفيش حل تاني إحنا الفلوس اللي معانا هي دوبك جابت قطين سيف، ادفع له أنا أصلاً دافع القطين طيب ما تدفع قودة كمان يعني إيه المشكلة؟ منيلي أنا مش معايا فلوس أنا، أنا، أنا يعني ما كنتش عام حسابي وبعدين ده أنا خدت قودة ليا بتلات سراير يعني هنطلع نلاقي واحد نام فوق انتو بتلوي سباعي يعني اسمه دريعي بالضبط كده بنلوي دريعك أوكي شلولي الشونت مفضل، يبسك السوبيا، خلي بقى لك مدلوقة ساميلي يا سوبيا ميزة ده السوبيا البرساعيدي دي بقى أحلى سوبيا دي، إيه ده؟ وده فريق البسكت البساعيدي؟ آه، هم ابتوا على الاتحاد طيب لابس طيال إيه؟ وهو ده بقى كابتن الفريق آه رب أنا معاكم يا كباتن عاش يا كباتن تعالوا، مكونش بالكبوش أنا مش شايفة حاجة، هو النور معتوها ولا إيه؟ سألي واحدة، هشد السكيلة كله هيولع أوكي ياه عنكبوت ما كده غريب ده؟ ناسك خيوته مش موجود سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهجمني في أي لحظة بس بعد لا ترجمش، اللي بستخدوش إيه ده؟ ما تمسكش، ما تمسكش تراب هو جدك كان بيتبع من شرط إيه ده؟ مال بتاع ده؟ ميكيماوس مين ميكيماوس ده؟ هو جده، غبي آآ، الناس ده معتولة طبعا مجد؟ مجد؟ آآ، 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 أتحالوا ماتخافهش أنا هولاء السكينة، السكينة أنا خاف منك إنت ولا هاني، البتاع ده غريب قوي ده ميكي، مين ميك بغي بنا أنت جدونها واو انا مش قادرة اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيبه لغزي ميكي انا مش قادرة اصدق كمية التراب اللي انا وقفة فيها هو احنا جايين نسكن هنا احنا جايين ندوع على الفلوس شو 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 اتتنى ايه هاقض استنى يا مكان كل التراب ايه اقرف دا يا حرف تعمل ايه تعمل ايه انت اعادي يا شو شو اعادي طب احنا جايين المفروض ندور على ايه بقى ما احنا زينا زيكة هو مش فاهمين حاجة بس قدينا بنفكر بس اللغز بيقول ان الخزنة بتاعت الضمانهوري تسرقت تفتكوا فيه خزنة بقى هنا انا ما اعتقدش ان يكون فيه خزنة هنا لو فيه خزنة تبقى في قوضة مكتب اه ولو موجودة هتبقى السرقت طب ما تيجوا نشوف القوضة دي يا جماعة ممكن تكون قوضة المكتب تعال بقى لك يا سيد ايه؟ خش دور على الخزنة هنا وانا هدور هنا اطراب قوي اطراب قوي مفيش حاجة هنا مفيش حاجة هنا برضه ما اتحاولش مفيش ايه؟ ايه؟ اعمل لك كباز شاي عشان تستحملوا بيها الطراب ده؟ شكرا عن بندو مش عايزين شاي لانك لو عملتنا شاي اطراب قوي تجي تخدنا تاني فشكرا مش عايزين حاجة خليك اوفينا انا اسف جدا عم بندو يا لزيز انت في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا اكيد لا ولا تعمل زي عم عبد البواب لا 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 اكيد لا اصلي انا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جدو ولو كان جدو جاب خزنة كان قالي اصلا هو بميخبش علي حاجة ابا دم خالص جدو بحب دي انت بتحب المكان ده؟ جدا 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 بيجي لحساسية وبعد كده اقول لكم اللي حاجة صلاحة؟ انا ريه ذكرات جميلة جدا جدا تهراف اللوحة دي؟ انا اللي معلقة جبت مصمار عشرة سنتي صلط حطيته جاي تنزل طبعا اما نجي على صباحك بجايش في المصمار لا جاي في المصمار وعلقت اللوحة وما انت عاد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هقول كده بحب الساسبنز يا قولت اصلا هايف استنوا يا جماعة اللوحة دي هي هي اللي موجودة في المجلة وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها؟ ايه حبيبتي الافلام اللي انت عيشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سمعت لاتي عما بندو بيقولك هوا اللي معلقها بنفسه حتى جاب التوبة والمصمار عشرة سنتي صلط ورح عامله كده وعمل التوبة جامد كده تيش ما خبتتش في صباحه رح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليه رقم سري؟ اكيد طبعا انت كمان هتعمل نفسك عارف ان فيه رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليه رقم سري بس انا بقلتش ايه هو الرقم السري؟ طبعا عشان متجذبش والسعي كده؟ تاريخ ملاد جده كام؟ تلاتين عشرة اربعة وتمانين تعرف منين انت؟ إلا عرف منين؟ اي عائل صغير عارف تاريخ ملاد جده ده هداف الأقلي وافريقيا يا بنت انا مش بتكلم على جده ده انا بتكلم على جدنا احنا اتنين وعشرين عشرة الف وتسعمية اتنين وتلاتين يعني ناينتين؟ ماليش الاتنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاتنين؟ معروفة اللي التلاتة قدرب الاتنين انتو بتقولوا اتنين وتلاتين فانا بتلخبط مب خلصني وبوبلم ما بتفتحش؟ طب جربي كده تاريخ ملادي؟ تاريخ ملادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني ما هو بيفتح الاميل بتاعي الباسروت تاع الاتم تاع جده كم؟ يعني ايه الاتم دي؟ الاتم اللي هو الرقم القومي يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي الاتم دي البطاقة الاتيمة عشان كده اسمها الاتم اللي هي دلوقتي بيسموها الاتم مش لما تكتخش المكان يقولك لو سمحت هات الاتم بتاعك هو ده انتو بتخلي فين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تكلف هو المكان ده بي خلانا نفكر بشكل متكلف نفكر بشكل علم شوية هل ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده؟ يعني ايه رقم العدد فين ده؟ رقم العدد الموجود على المجلة من بره سعي انا بس بعد اذنك بعد اذنكو بعد اذنكو ممكن بعد اذنكو ممكن بعد اذنكو تفضل ها ايه ايه؟ ايه ايه؟ على فكر انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك لا عني شعر في صدري عندي تمانية اعدهم لك؟ لا اقرهمني لا اقرهم لك دي لو لو نزلنا المية سوا طب اخرج وتقلع انت براحتك هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معا لوحدينة؟ ما انت مكسوف؟ مش مكسوف يعني خلاص بقى طب امسك والله ما بداخنش امسك والله ما بداخنش يا ابني احنا ولاد زي بعض اول ما بتقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجة عيب بعدية عيب ايه؟ انا عايز ابسطك عايزك تبقى قاعد مبسوط كده انا مبسوط يا عام مبسوط امسك ما تطلعش عن امي بقى ايه ده؟ لو راجل خدها منه لو راجل خدها منه اذا كان لما بتدهيله اصلا بتدهيله ايه؟ ام خدها منه غزبن عنك سبع تقولي عامل حاجة ايوه كارك بقى شد شد ايوه قولي بقى عمسيف انت ونيه اللي ان نظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شاف كده في ودو استلطاف ما بينكم وبعدين انت ساب دونيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت ساب دونيتك وماشي ورا شريهان ليه؟ طب عبيتي يا ابن ولا ايه؟ شريهان دي خطبتي وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد عشرة في المية من المصلحة هتاخد من خطبتك عشرة في المية؟ قليل صح؟ طب ايه اخد تلاتين؟ انت متخلف دي كده متجرة بمشاعرها اسم الله عليك متجرة والتجارة يعني تجارة شطارة انت بقى انت تفقت معني اللي على كام عشان ادقى فاهم انا اتضحك علي او لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل راجل معطاء يعني ايه معطاء؟ يا معطاء يعني.. مش محتاج فيه معطاء يعني المحتاج وفيه معطاء المعطاء ايه بدي المحتاج؟ المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا قالعن ولا ايه؟ يا عم انا بسعدها من منطلق الاخوة والزمالة أخوة والزمالة بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لكن يعني ايه ترويق مش فاهم يعني مفيش ملاغية تليفونات تشحلها كارت بعشرة ترد عليك بكل تونت مفيش حب يعني حب للأسف لا عارف يعني عارف دلي دي إنسانة جميلة ورقيقة وشعب بحس إنها قريبة مني يعني بحس إنها إنسانة رائقة ومشعرها كده بتهافف انتو تشوفوها متعجرفة متسلطة لسانها طويل لكن هي في الآخر في الآخر في الآخر بيمرر لا بيكحح أنا أنا إلي جابني هنا أنا بمشوف شجاير متخافش مهديم السجاير أمال إيه ده؟ هو أنت ما شبتش حشيشة بلا كده حشيش؟ شييري هين نعم يمكن أن أسألك سؤالك؟ هاااااااااا، ليهي أصيحة من النوم أجد له تطار good ما تنشاري في الحمام؟ أولاً الحمام ضيق يعني مش مكاف في هدومي أنا الشرفين أنا؟ على فكرة الحمام مش ضيق خالص انتي اللي هدومك كتير قوي مش معقول بني قد ما تلبس كل اللاييرز دي فوق بعد انتي هتحسديني ولا يا عشان نبسي كتير؟ وبعدين يا أستاذة يا بتاعة الفاشن مادام أمينة شلباية قالت انك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضة يا جهلة I doubt ان الست قلت كده انتي اللي من جهلك فهمتي غلط ما تحسبي بقى يا حيوان انتي هتوسقيني بقى بتا انتي اتماسي قولي يا مسع البتاعة دي مبلوها ممكن اكتم بيها نفسك زي الخلق عمونة عادي ولا تفيني معايا خلاص انت هينة انا حتى مش عارفة الشرعة فين شرهين نعم انتي هتنشوريها يا هنا؟ جنبك كده وانتي نايمة؟ انتي خايف علي يا نيلي لبض؟ لا ما تخافيش الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمة دي على فكرة انا اكيد مش خايف عليكي انا خايف على البيجانة بتاعتي اللي انتي لبساها استخفى الله على العزمي يا رب صبرني نامي 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 الحاني يا هاني الحاني يا هاني اه اه انا بموت ايه ده ايه ده اه ايه ده انت زيل فل والله انت خدت نفسين بس مش هادر اخد نفسي بس انا اخد نفسي وانت عشان كاتل نفسك بشي ايدك يا حبيبي اه تبتدعك وراكل ايه بتدعلك 것으로نالي د narcissist انت شغل انت فل والشغل تعال بان وانو بتدعك ايه كاتل ايه بس ادخ London بالاخد نفسي una luc beat هاني ما عليش هلاله بيحصل ايه هاني هلالك اللي بتشربتنه حاشيش بيتشربنا حاشيش ليه انا مسورى انا مسورى انا مسورى انا ازف انا ازف انت هتعملي الكيوت هتعملي الكيوت ideia بعد ما موتني اه اه لل انت فيه ده دمه ايهو شري واش ايه انه خلاص meget انا مش حاسب نفس انا college низ, انا مش حاسب watch انت شايف وشاة يا هاني اعمى موجودة مش من ملي ايه انتشربتوني ايه ايه 10 لا لا لا講 just 100 runners لا لا واشك من تأمي للإعشاء انت سكر يا حبيبي اatta اقديا ايه ده اقديا ايه ده يا اهدى على فكرة كيف ده اصلا وهم وهم ازاي يا جماعة مش وهم ولا حاجة والله وا انا انا مش قادر التحرك المشا قادر التحرك أنا ما بتتحركش تحركي ما عليك تتحركي تحركي يا ايدي وانت هتتفرج عليها هتتفرج عليها خليها تتحرك مش قادر انت هعرف انت عشان بس كتم على نفسك لكن انت لو قلعت هدومك لا قلت عشان تقلعني وخلاص انت بتشربني عشان تقلعني مش هقلع انا مش هقلع اصحالي وفو من نومك قالوا النار دات و لعنار هنقول على جيد العين بحال رجالة و على أبطان اترف جامد ما تأذر في المعركة بين خرشين غنزر ده اللي فكر يا عدينا لحدت لحمة متبصر هنقول على جيد العينة باسمع سافة واكتر واكتر شوبك لوبك بتغني و خمسة علينا والله والبر اسحى و فوى بلدينة و عد فكر تعدينا رجالة سابتين على قاعدة مش هلائل و اسعل علينا هنقول على جيد العينة بجمجي يا فاكبر مدينة هارجع واول من تاني و عال رجالة و عال صحاب صعدت بيعك او خانك رجال و اسبت في مكان مالا و صبا انت عنك صبحت مصعد في لسانك هنقول المايك مان صبرا اني مرجع Dire122